اشتركوا في القناة حول ما اثاره المعد البدني واشتكى المعد البدني وهو الماني الجنسية من عدم توفر ما يعينه على شراء مستلزماته بجانب معاناته في اقامته وقال انه لم يتسلم راتبه كما تطرق لمستقبل الدوري الممتاز واشار الى ان نادي المريخ يمتلك فريقا قويا قادر على تحقيق البطولات اعرب الامين العام لنادي هلال الفاشر عبد الباصط موسى عن اعتقاده في صعوبة استئناف منافسة الدوري الممتاز من جديد في الوقت الراهن وقال الامين العام لنادي هلال الفاشر انه يتوجب على اتحاد كرة القدم السوداني اتخاذ قرار واضح يتم بمجيبه الغاء البطولة للعام الحالي بسبب فيروس كورونا واشار الى انه في حال قرر اتحاد كرة القدم عودة منافسة الدوري الممتاز من جديد فان الاندية ستكون بحاجة الى ما يقارب الشهر من اجل الاعداد وكان اتحاد كرة القدم السوداني علق منافسة الدوري الممتاز بسبب قرار وزارة الصحة منع التجمعات تفاديا لوباء كورونا